قررت الحكومة الكورية رفع الحظر على التجمع جزئياً ليشمل أولئك الذين تم تطعيمهم كلياً أو جزئياً ضد فيروس كورونا، اعتباراً من يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم. وأعلن رئيس الوزراء الكوري كيم بوكيوم عن هذا القرار في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن الحكومة سوف تساعد المزيد من الناس على التمتع بنتائج التطايم. وبموجب هذا الإجراء، سيتم إعفاء أولئك الذين تلقوا الجرع الأولى أو الثانية من لقاحات كورونا من الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لأفراد الأسرة المباشرين، والتي تسمح حالياً بما يصل إلى ثمانية أشخاص. واعتباراً من شهر يوليو سيتمكنون أيضاً من إزالة الكمامات في الهواء الطلق في أماكن مثل المنتزهات ومسارات المشي لمسافات طويلة، وسوف يتم إعفاءهم من قيود التجمع في المرافق الداخلية مثل المطاعم والمقاهي وقاعات الزفاف. ترجمة نانسي قنقر